الولايات المتحدة عادة تلعب دورا في منعي مثل هذا التصعيد لكن اليوم الأمور مختلفة وإن كان القرار بيد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلا أن دونالد ترامب فاز في هذه الانتخابات وهذه فترة يطلقون عليها فترة البطة العرجاء هل ترى بأن إسرائيل خلال هذه الفترة قد تصعد على العراق تحديدا حتى التزام دونالد ترامب أو مسكي دونالد ترامب لزمام الأمور هذا سؤال في غاية الوجاة فأنت على حق هذه الفترة ما بين فترة انتخاب الرئيس الجديد وبين توليه منصبه هي فترة حرجة للغاية أشك بأن إسرائيل ينبغي أن تنذر ألا تستغل هذه كفرصة لتوسيع نطاق نزاع في المنطقة فليس على العراق وحسب وإنما ما يتجاوز ذلك شرقا ربما هناك مخاوف كبرى أيضا بأن إسرائيل يمكن أن تتخذ إجراءات مباشرة ضد إيران لأنها على دراية بأنها أمامها الكثير من الوقت إلا العشرين من يناير قبل أن تكون مساءلة ومسؤولة عن أعمالها